تأخرت القوى المدنية عن تقديم مرشحيها الخمسة لعضوية المجلس السيادي فأعلن المجلس العسكري تأجيل تشكيل المجلس السيادي إلى حين تقديم قوى تحالف الحرية والتغيير مرشحيها الخمسة التأجيل جاء بطلب من قوى الحرية والتغيير بعد خلافات داخلية بشأن أسماء بعض المرشحين حيث اعترضت لجنة أطباء السودان المركزية ونقابة الأطباء الشرعيين وشبكة الصحفيين على بعض المرشحين التابعين لتجمع المهنيين معتبرة أن اختيارهم يخالف قرار التجمع بعدم المشاركة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء من هنا اعتذر المحامي طاها عثمان المنتمي لتجمع المهنيين الذي رشحته قوى الحرية والتغيير لعضوية المجلس السيادي عن قبول الترشيح بعد رفض التجمع ترشيحه الأمر الذي دفع قوى الحرية والتغيير إلى طلب التأجيل من أجل الاتفاق على مرشح بديل الفريق الركن الشمس الدين الكباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي من جهته أعلن أن اجتماعا عقد في القصر الجمهوري بين المجلس وبين قوى الحرية والتغيير طرح خلاله كل طرف أسماء مرشحه للمجلس السيادي كما توافق الطرفان على اسم العضو الحادي عشر في المجلس السيادي بينما رشحت قوى الحرية والتغيير الخبير الاقتصادي عبدالله حمدوك لتولي منصب رئاسة الوزراء وحال اكتمال الاتفاق سيصدر رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح البرهان مرسوما دستوريا بتشكيل المجلس السيادي السوداني وتعيين أعضائه وهو ما يعني عمليا نهاية أجل المجلس العسكري وحقبته وبدء المرحلة الانتقالية التي ستمتد لثلاث سنوات وثلاثة أشهر يأمل السودانيون أن يتم خلالها التأسيس لسودان جديد يتجاوز مراثا ثقيل من الأزمات والمشكلات التي خلفها نظام البشير سودان يرتكز بنائه على قيم الحرية والعدل والمساواة وتحقيق الأمن والرفاهية لمواطنيها